هل يجوز القيام بأكثر من عمرة في صفرة واحدة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا بنسأل السؤال ده قبل ما نيجي نروح العمرة هو ينفع أننا أعمل عمرة أكتر من عمرة وأنا هناك ينفع أروح وأنا في مكة وأروح مسجد التنعيم وأعمل عمرة وارجع أعمل عمرة تاني وفي ناس بتعمل بالثلاث والأربع عمرات بتروح مسجد التنعيم تحرم من هناك وبترجع بأكتر من عمرة الموضوع ده في خلاف بين العلماء في علماء أجازوا وقالوا أنه هو صحيح وما فيش حاجة نص يحرمه وفي علماء قالوا أنه هو لا يجوز واستنانا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام راح مكة وأربع مرات سافر إلى مكة أربع صفرات لم يعتمر في كل صفرة إلا بعمرة واحدة يعني عمل أربع صفرات بأربع عمرات لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عمل أكتر من عمرة في صفرة واحدة ولا أنه يعمل عمر مثلا عن سيدة خديجة أو أي حد من أحبابه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كده فبعض من العلماء قال إحنا هنستنى بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام طالما ما جاتش الرسول ما فعلهاش يبقى إحنا مش هنعملها ومش هنجزها ولم يجزوها لكن بعض من العلماء أجزها وقال إن هي تنفع وأغلب العلماء أجزوها قالوا يتنفع عمل أكثر من عمرة وإنهم يروحوا مسجد التنعيم ويعملوا أكتر من عمرة جاء بسبب كده إن الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام أجازها للسيدة عائشة يعني السيدة عائشة حاضط في الطريق فلما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام هي كانت محرمة بالعمرة من المدينة وكانت خرجت من المدينة محرمة بعمرة وفي الطريق حاضط فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فأخبرته أنها حاضط فقال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت يعني اعملي كل حاجة إلا إنك تطوفي بالبيت ففعلت فعلا السيدة عائشة وقرنت بين الحج والعمرة ولما أنهت حجها قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فلما ألحت على الرسول عليه الصلاة والسلام إن هي نفسها ترجع بعمرة زي بقية الصحابة أمرها أن تخرج تخرج سيدة عائشة ومعها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم وتحرم من هناك وتأتي بعمرة فذهبت فعلا إلى التنعيم وأحرمت من هناك وعملت العمرة فقالوا طالما النبي عليه الصلاة والسلام أجازها أهولي السيدة عائشة ولكن لظروف هو أجازها للسيدة عائشة لظروف فبعض العلماء زي ما قلتلكم قالوا إن يجوز عمل أكتر من عمرة في صفرة واحدة أنا قلتلكم الرأيين ده رأي بيقول يجوز والرأي التاني يقول لا يجوز وإن إحنا بنستنى بسنة الرسول أنت بقى تخدي بالرأي اللي يعجبك يعني أنت طالما فيه رأيين من العلماء فإحنا بناخد الرأي اللي يرضينا أو اللي يمشي اللي يوافقنا يعني فأنا عن نفسي أنا عن نفسي هقول لكم بالصراحة أنا خدت برأي اللي قالوا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام نستنى بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أنا لما رحت عملت العمرة ما عملتش عمرتين هي عمرة واحدة فقط والله ما عملت عمرتين أنا عملت عمرة واحدة واستنيت بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لإني أنا سمعت عالم جليل دايما باخد برأيه قال إنه هو بياخد بسنة النبي وإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه عمل أكتر من عمرة في صفرة فأنا حبيت إن عمرتي تكون زي عمرة الرسول عليه الصلاة والسلام وإني أستنى بعمرة الرسول عليه الصلاة والسلام فعملت عمرة واحدة بس ورفضت حتى قالوا لي إن نروح الأخوات معايا راحوا أكتر من عمرة وعملوا أكتر من عمرة كل الجروب اللي كان معايا عمل أكتر من عمرة بس أنا عملت عمرة واحدة بس لكن هما الشيوخ كلها أجازت عمل أكتر من عمرة وعمل عمرة للمتوفي والعلماء بيقولوا إن هي هدية هدية بتصل إلى المتوفي والرأيين يحترموا طبعا وإحنا بناخد بالرأي اللي وافقنا دول العلماء أجلاء ودول علماء أجلاء دول اجتهدوا ودول اجتهدوا فلازم نحترم الرأيين وإنت بقى خدي باللي أنت عايزة بالرأي اللي أنت يعني أمشي تبع العلماء اللي أنت بتصقي في كلامهم وشوفي بقى أنت هتعملي عمرة واحدة ولا هتعملي أكتر من عمرة أنا وضحت لك كل حاجة أهو ده دول قالوا يجوز ودول قالوا لا يجوز فأنت برح تكون اللي قالوا لا يجوز قالوا بناء على إيه بناء على سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عمل أكتر من عمرة في صفرة واحدة ولكنه أجازها للسيدة عائشة لظروف حضها يعني هي دي الوضع اللي حصل بالظبط أن السيدة عائشة لما حاضت فزعلت فكل الصحابة كانوا هيرجعوا بحج وعمرة وهي هترجع بحجة بس فطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام فأذن لها أن هي تخرج لمسجد التنعيم وتحرم وتعمل العمرة بتاعتها زي ما قلت لكم دي أراء العلماء والمفروض أن احنا بنحترم أراء العلماء سواء بالإجازة أو بعدم الإجازة وإحنا لنا أن احنا ناخد بأي رأي يوافقنا وفي الآخر هقولك على حاجة في الآخر هي نسك هي نسك يعني أكيد ربنا هيديكي سواب برضو يعني إحنا عملنا العمرة التانية أو عملنا عمرة تانية دي نسك بتأديها دي عبادة هي روحتي وأدتيها حتى لو هي ما تحسبتش عمرة فهي بحسوبة نسك بتأديها عبادات أدتيها طواف طفتي سعيتي أكيد كل ده بإذن الله إن شاء الله طبعا أكيد له حساب وله أجره عند الله سبحانه وتعالى فما نقدرش نقول إن كل ده هيروح هباء أو إن ربنا سبحانه وتعالى حشاء مش هيحسب لنا عبادتنا دي لا هي في الأول وفي الآخر عبادة بنقديها الوجه الله سبحانه وتعالى وكله عند ربنا بمقدار وكله هيتسجل وهيتحسب إن شاء الله بإذن الله تعالى أنا حبيت بس أوضح لكم الأراء وإن شاء الله عمرتكم عمرة مقبولة وطاعتكم مقبولة وبإذن الله إن شاء الله ما ليس لها سواب إلا الجنة بإذن الله عند رب العالمين ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال ويجمعنا على حوض نبيه الكريم يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وبركاته